لليوم الخامسة على التوالي وما زالت المعارك على أشدها في الجبهة الشرقية قوة الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا تواصل تقدمها باتجاه مواقع الميليسيات الانقلابية على مشارف تبة السلال معنا القيادة في الجيش الوطني عبد الباصط البحر حدثنا عن آخر التطورات الميدانية بسم الله الرحمن الرحيم القوات الجيش الوطني في أكثر من قبهة تخوض معارك منذ خمسة أيام المعارك لم تتوقف في الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة هناك مواقعات متقطعة في بقية الجبهات أيضا يتم تبادل القصف المدفعي مع الميليسيات الانقلابية قوات الجيش الوطني في الجبهة الشرقية في اللواء 22 ميكا تحرز تقدمات مهمة ويجري تأمين المواقع المحررة وهناك محاولات من الميليسيات الانقلابية للتسلل واستعادة هذه المواقع التي تم تحريرها مؤخرا تتصدى لها قوات الجيش الوطني وتلحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ما يعيق تقدم الجيش الوطني أكثر هو وجود حقول الغام بكثافة ووجود المفخخات في العمارات والأزقة وغيرها يتم التعامل معها من قبل الفرق الهندسية الآن قبل لحظات تقريبا أكثر من 35 لغم وعبوة ناسفة تم استخراجها من أحد المنازل الكميات كبيرة جدا التي يتم استخراجها وأيضا بأساليب ووسائل مختلفة تزرع الميليسيات الانقلابية النسق الأمامي وخط دفاعها الأمامي بكميات كبيرة من هذه العبوات والألغام بشكل هستيري وشكل جنوني محاولة عرقلت تقدم الجيش الوطني كما أنها تقوم بالإسناد المدفعي وبنيران كثيفة من مواقعها الخلفية إلى النسق الأمامي وتمطر النسق الأمامي بقذائف ثقيلة جدا لكن الجيش الوطني وبإمكانياته المتاحة يقوم بالرد وإسكات مصادر النيران المعادية سواء في جميع التلال المطلة في تلة القعشة أو تلة السلال وسوفتيل وإيضا إلى قولة القاصر وإلى بوابة الأمن المركزي وقولة الرفاعي ووادي صالة والجهة الشرقية من القاصر الجمهوري التي تشهد اشتباكات قوية ومواقهات عنيفة مع أبطال الجيش الوطني الأمور مبشرة بخير وهناك انتصارات سيتم الإعلان عنها لاحقا وحتى بعد استكمال المهم وبعد تحقيق الأهداف المرقوة للمعركة العسكرية سيتم الإعلان عن كل تفاصيل المعركة من خلال مؤتمر الصحفي لاحقا بإذن الله تعالى إذن كما سمعتم ما زالت قوات اللواء 22 ميكا في الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه مواقع الميليشيات الانقلابية ونحن الآن في معسكر التشريفات نوثق هذه التقدمات والانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني نتفاجأ بقصف عشوائي على الأحياء السكنية عبدالعززز ببحاني من شباب تعز